اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكذلك السيلينيوم من اهم المركبات الرئيسية لنباتة الثوم ومن الفيتامينات الداخلة في تركبتها فيتامين آلف فيتامين باء فيتامين جيم فيتامين هاء بالاضافة الى الاملاح المعدنية والخمير والمواد المضادة للعفون والمواد المخفضة لضغط الدم اولا زيت الزيتون ان زيت الزيتون هو زيت الناتج عن تعرض الثمر الزيتون لضغط او عصر يتواجد هذا الزيت بكثرة في حوض البحر الأبيض المتوسط وتتنوع استعمالاته من طبخ وطب كما يستخدم في الصدلية وفي كثير من الصناعات كصناعة الصابون ويعدمك الزيت جيدة الاشتعال لذلك تعدلت استغرام الزيت الزيتون بسبب احتوائه على الدون المفيدة والفيتامينات ثانيا فوائد الثوم يعالج الثوم كثيرا من مشاكل الجهاز الهضمي ثانيا يستخدم الثوم كمسك لأليم الأسنين ثالثا يقوي الثوم المناعة ويقمن الأمراض المعوية ويقمن الأصعوبة من شلل الأطفال كما يقوي الزاكرة رابعا يساعد الثوم على غفض ضغط الدم كما يساعد في علاج تقيح لث المزمن ويقضع لددان المعوية ويطهر الأمعياء يساهم الثوم في معلج تسوق الشعر سادسا يعالج الثوم من أمراض الرشح والتهاب الرأتين كما تبين أنه يقيم من أمراض السرطون ثالثا فوائد زيت الزيتون يعد زيت الزيتون من الزوت المفيدة لجسم الإنسان كما أنه مضوط جيد للعديد من الأمراض أولا يقوي منع الجسم ثانيا يقل من أعرض البرد والجدرية والفيروسات والطفيليات ثالثا يساعد زيت الزيتون على التقليل من أمراض الجهاز الهضمية والجهاز التنفسية رابعا يفيد في علاج البواسير والنقرص خامسا يعد زيت الزيتون مخفضا للسكر في الجسم وكذلك يخفض ضغط الدم رابعا خلطة الزيتون مع زيت الزيتون يمتلك كل من زيت الزيتون والثوم فوائد لا حصر لها من ضمن هذه الفوائد تقوية الشعر وزيدة كثافته ومنع تساقطه للحصول على شعر كثيف وقوي نتبع الخطوات الآثية أولا المكونات أولا خمسة فصوص من الزيتون ثانيا كوبان من زيت الزيتون ثالثا وعاء مغلق رابعا خلطة كهربية ثانيا كيفية التحضير أولا تسحق فصوص الثوم جيدا وتضع في الإناء المغلق ثم يضف إليها زيت الزيتون ثانيا يحكم إغلق الإناء ويترك لمدة أسبوعين ثالثا تفتح العلبة بعد مضي أسبوعين ويتم مزج الخليطة بوسطة الخلطة الكهربائية رابعا يغسل الشعر جيدا ومن ثم تضع الخلطة عليه ويترك لمدة ساعة كاملة مع تغطية الشعر بكيس بلاستيكية خامسا بعد مضي ساعة يغسل الشعر بالصابون متابعين الكروم إذا نيل هذا الفيديو على الإعجابكم فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل إقونة الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر